موسيقى السلام عليكم من قناة الميادين وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج آخر طبعا نصف ضيف اليوم في ستوديو الميادين نائب السابق لرئيس مجلس النواب اللبناني دولة الرئيس إلي الفزري صواح الخير أهلا وسهلا بك في الميادين أبدأ معك من زيارة كاميرون إلى بيروت هو حاليا يزور بيروت ولاحقا غولند رئيس الجمهورية الفرنسية يزور أيضا لبنان ما هذا الحراك الأوروبي إذا صح التعبير باتجاه لبنان الهدف المعلن والذي عبر عن هولند أن الغاية منه هو زيارة اللاجئين كاميرا تقصد وحتى هولند هولند الغاية الرئيسية هي سياسة داخلية أوروبية أصبحوا يواجهوا مباشرة مسألة ومشكل اللاجئين بطريقة لم يسبق لها مثل تطخيم الإعلام اللي صار في بداية الأمر أثار الشكوك واعتبر أنه قد يكون هناك تحييك لخلق مناخات إعلامية معينة تمهيدا لعملية ما تشارك فيها أوروبا وتركيا تمهيدا لشيء ما في سوريا تنبه الروس إلى هذا الواقع فكانت ردة الفاعل الروسية الحاسمة الجازمة التي خلقت توازنات استراتيجية لم يعد من الممكن أن يتم يتجاوزها في ظل هذا المناخ الإنجليز تهيبوا الواقع واحترموا وأخذوا بعين الاعتبار هذه التطورات وبالتالي بعين الاعتبار وبالتالي بدأ يتصرفون على قاعدة هذا المعطى الجديد الذي لا بد منه وبالتالي بدء التعاطي مع مسألة اللاجئين تعاطي بسقف لا يتجاوز المشكلة الإنسانية وبعض المحاولات للاستثمار في الجانب السياسي لتبرير استدارة استراتيجية كبرى في عملية إعادة النظر بالسياسة مع سوريا بالتحديد نعود إلى الموضوع السوري ماذا يمكن؟ هناك ليس فقط ملفات موضوع السوري هناك أيضا يتم الحديث عن ملف رئاسة الجمهورية في لبنان وهناك من يقول أنه الظاهر كما قلت حضرتك زيارة اللاجئين ملف اللاجئين ولكن في الباطن هناك ملف رئاسة الجمهورية أنا لا أعتقد أنه سيتم مقاربة بصورة علنية ورسمية لأن الفشل يعرفون مسبقا أن الفشل في مقاربة هذا الموضوع هو حليف وبالتالي لا يمكن التعاطي مع هذا الشأن علنا مع مسألة رئيس جمهوري ورئيس وزارة وهم يدركون جيدا أنه إذا اقترن اسمهم بهذا الملف سيفشلون فشلا ذريعا وبالتالي أنا أعتقد شخصيا أن مقاربتهم للملف سيكون باي ذوي بيعطوا عنوان لأنه هني بلبنان وفي عندك مشكلة سياسية واضحة وبيحاولوا يرفعوا بعض التوقعات من إمكانية الجهوزية الدولية لتأميم مداخات تدفع الأمور باتجاه انتخاب رئيس ولكن أعتقد سلفا أن الفشل سيرافق هذتين الزيرتين إذا تعلق الأمر أو فيما يتعلق الأمر بمسألة انتخابات رئيس جمهوري عدا عن هذه الملفات بأي ملف ممكن أن يكون هناك تأثير لهتين الدولتين أنا أعتقد أن مسألة اللاجئين بديو سيري الحكة معهم بمسألة التعوضات والمال وعدم دفع المال للاجئين الموجودين بلبنان وعدم تأمين الميزانيات اللازمة لهذا الشأن وأعتقد أنه أيضا في الوقت عينو سمع وزار لبنان شخصيات سياسية فرنسية منها بالمعارضة ومنها بالموالات مؤخرا وزاروا مترانية زحلة للروم الكاتوليك وتحت عنوان زيارة المخيمات اللاجئين وذلك الاستثمار السياسي في أوروبا أنا أعتقد أن أولاند أيضا سقف سقف قدرة أوروبا على التحرك في هذا الشأن هو سقف وتدني وواطي كثير يعني لم تترك هذا الملفات الشرق الأوسط القليل منها لفرنسا أمريكا أنا أعتقد أنه دورة دور استطراضي استلحائي لم يعود دور مركزي بالرغم من أنه يقفوا على خطرون عليهم الله بالنسبة لموضوع اللاجئين يعني وحاليا هناك ملف ما يسمى بالمهاجرين يعني باللاجئين والمهاجرين برأيك هذا الملف هل فجأة صعب إلى السطح أو الفجأة كان في هناك هذا الاهتمام الدولي الكبير يعني هل يمكن لصورة طفل على البحر وقيل أنه فوتوشوب وقيل أنه فوتوشوب كمان لا قد لا تكون يعني هناك شكوك حول مصدقية هذه الصورة يعني أنه تعطي كل هذا البعد رأيي الشخصي تحليلي لهذه الصورة تكبير المسألة مع أنه مات ملايين الأطفال بيئات الألاف من الأطفال طيب ليش ما عملوا منهم هالقضية قبل في السنوات الأربعة السابقة أنا أعتقد بدأ تهيئة الأجواء لاستدارات استراتيجية كبرى تتعلق بالأزمي للنسبة في استعداد وبدء الاستدارة الأوروبية والغربية في مسألة التعاطي مع الأزمي في السورية من خلال ملس اللاجئين من خلال خلال واقع الإعلامي إعلامي يهيئ الرأي العام الأوروبي ويجعل عبء الأزمي السورية واستمرارها على مستوى إنساني على مستوى لاجئين وافدين إلى أوروبا على مستوى استحضار الإرهاب بكل سلبيته على الساحة الأوروبية وسبق ووقع بفرنسا وغير فرنسا أحداث جعلت اهتمام المواطن الأوروبية أوروبي يرتفع إلى درجة كبيرة جدا هذا كله تمهين لحدث ما أي لاستدارة استراتيجية كبرى وبعتقدها بدأت بيّن بشكل واضح بعد الانتخابات التركية في تركيا بعد الانتخابات التركية هذا رأي الشخص رأي الشخص هلأ فيه رأي آخر لماذا بعد الانتخابات؟ فيه رأي آخر بيقول أنه كان بيتعيق بهذا المناخ مسألة تهيئة عمل عسكري ما بالتنسيق مع الأتراك قبل الانتخابات التركية عسى ولعل أن يحقق أردوغان شيء ما يستطيع أن يستثمروا في الانتخابات ويذهب إلى المشروع فيما بعد أكثر أنا أعتقد الجهوزية الروسية على الخط بالطريقة التي تمت فيها وبأعلى درجاتها وبالتصريح الروسي من بوكدانوف بوكدانوف للافروف لبوتين والذي أعلن أنه أمن السورية من أمن روسية أمر جعل أي إمكانية لأي عمل عسكري يحقق نتائج استراتيجية أمر شبه مفهود سنتابع طبعا هذا النقاش ونتوسع أكثر ولكن نذهب قبلا إلى عنوين الصحف في عنوين الصحف العربية الصادرة اليوم نتابع أهلا بكم جولتنا في عنوين الصحف العربية نبدأها مع صحيفة الأخبار اللبنانية نقرأ فيها بوكدانوف أمن دمشق من أمن موسكو والأزمة الطويلة الحريري قريبا تفرج أما عن الشأن اليمني فجاء في صحيفة الأخبار اللبنانية عمليات نوعية قتل قطريون وأسرى سعوديون من صحيفة الأخبار اللبنانية إلى صحيفة الشرق الأوسط وفيها نقرأ معركة مأرب من ثلاث جبهات وفرار جمعي للمتمردين هادي يرفض الحوار مع الحوثيين قبل تطبيق القرار 2216 بدون شروط أسوأ تخريب إسرائيلي للمسجد الأقصى منذ 1969 القيادة الفلسطينية تتهم تل أبيب ببدء مخطط التقسيم وأيضا في صحيفة الشرق الأوسط بوتفليقة ينهي هيمنة جهاز المخابرات على صناعة الزعماء أقال رئيسها وعين محله متخصصا في الإرهاب إلى الشأن السوري وصحيفة الوطن السورية وفيها الجيش يفتح الطرق إلى ضحية الأسد والحياة تعود لطبيعتها طريق حلب عبر خناصر آمن وقطع إمدادات النصر من الأردن إلى درع البلد هذا كان في الشأن الميداني أما سياسيا لفروف الغرب يعترف بشرعية الرئيس الأسد إذا كان في صالحهم إسبانيا تجدد دعوتها للحوار مع رئيس الجمهورية وبرلين تدعو إلى العمل مع موسكو إلى صحيفة الدستور الأردنية وفيها أشرس اعتداء صهيوني على الأقصى مئة جريح واندلاع النار في أجزاء من المصلى القبلي الأردن يحذر من محاولات استمرار تغيير الأمر الواقع مدرج روسي قرب مطار عسكري في اللاذقية وحول الشأن اليمني نقرأ في صحيفة الثورة اليمنية أحباط محاولة مرتزقة الغزاة التقدم صوب منطقتين شفينة وحمة المصارية في مأرب استكمال إجراءات تأمين مديرية خب الحدودية في الجوف تدمير ثلاثين آلية ومدرعة وفرار ست عشرة أخرى من ميدان المعركة إلى صحن الجن طيران العدوان الأعمى يستهدف مرافق مدنية ومنازل في عدد من المحافظات بينها مدارس وفنادق وحصون تاريخية ومزارع ونقرأ في الثورة أيضا مجلس الأمن والولايات المتحدة يرحبون بإعلان المبعوث الأممي الموافقة على الحوار على حوار مسقط دعوة جميع الأطراف اليمنية لانخراط في الحوار بحسن نية ودون شروط مسبقة صحيفة البلاد الجزائرية عنونت مرحلة جديدة بوطفليقة يستكمل تغييرته في الأجهزة العسكرية بإحالة الفريق توفيق على التقاعد ونختم هذه الجولة مع صحيفة الوطن العمنية وفيها الاحتلال يقتحم الأقصى والمرابطون يتصدون والفلسطينيون يطالبون بتحرك عربي اليمن القوات الحكومية تطلق حملة عسكرية واسعة في مأرب مع هذا العنوان نأتي إلى ختام هذه الجولة في عنوين بعض الصحف العربية لهذا اليوم عود إلى برنامج أخر طبع شكرا لزميلة سارة الحافة على قراءة عنوين الصحف العربية الصادرة اليوم دولة الرئيس يعني عنوين العالم العربي بعضها مضحك وبعضها مبكي وشر البلية ما يضحك وشر البلية ما يضحك في موضوع يعني أدى من آخر موضوع هو موضوع اقتحام الأقصى يعني من قبل الاحتلال الصهيوني في كل مناسبة صهيونية هناك لابد من اقتحام الأقصى الفلسطينيون يطالبون يعني كما دوما تحرك عربي برأيك يعني هل يمكن إجراء أي شيء مقابل هذا الاقتحام هل ما زال لدى العرب أي اهتمام بهذه القضية التي كانت مركزية فبعدك أم تقولي شر البلية ما يضحك مسألة احتداء الصهيوني على المسجد الأقصى ليس بالأمر الجديد الأمر الأهم الملفت عن النظر والذي يجب أن يركز عليه الإعلام العربي وأقول الإعلام العربي وليس الإعلام المدفوع العربي الإعلام العربي يجب عليه أن يقيم الدنيا ويقعدها الخطورة والملفت للنظر هذا السكوط العربي المريب الذي لا يؤكد إلا على حقيقة واضحة أن هناك تورط وارتباط في لعبة المؤامرة التي تطبخ عليها الحلول المشبوهة لمشكلة فلسطين وقضية فلسطين شعبا وأرضا ومؤسسات ومراكز روحية هذه هي القضية التي تجري في المنطقة اليوم كل هذا الحراك في العالم العربي الدامي الذي أغرقت فيه الأقطار العربية بهذا الكم من الدموم والدموع وارتفاع الأصوات الغاية منها أو إحدى غاياتها الرئيسية هي إحداث انحراف في عملية التركيز من قضية فلسطين كقضية مركزية في الصراع العربي الإسرائيلي إلى قضايا متعددة أخرى يهتم في شؤون وشجون الإنسان العربي ويبرر للحاكم العربي عدم الجهوزية للعمل والضغط من أجل وبالتالي السكوت على ما يحاكم المؤامرات تستهدف المسجد الأقصى وتستهدف كنيسة القيامة وفلسطين تاريخا وحاضرا ومستقبلا هذه المؤامرة للذين يتحدثون أنه لا يوجد مؤامرات هذه المؤامرة بأم عينها أعلى درجات التآمر على الإنسان العربي والأم العربي هو ما يجي الآن في فلسطين في ظل ما يدور من حرائق حول فلسطين التي تحجب المنظر الحقيقي والانقسامات الفلسطينية الفلسطينية السخيفة التي لا أستطيع أن أفهم كيف أن شعبا فلسطينيا مستهدفا بمستوى هذا الكم من الاستهداف يراد استقصاله ومحيه تاريخه تراثه أدبه وشعره كل شيء فيه لا إستخلافات سخيفة لا أساس لها لا علاقة لها بفكرة تحرير الأرض وتحرير القضية متى خرجت القضية الفلسطينية من أن تكون هي المحدد للبوصلة وأصبحت كما الآن باتت هي على السكة مع كل القضايا مثلها مثل باقي القضايا العربية أعلى درجة من درجات التآمر على القضية الفلسطينية صار في مؤامرات كتير منذ 48 حتى اليوم طبعا مر ظروف استطاعت بعض القهيدات العربية في مقدمة جمال عبد الناصر أنه يجي ويرجع يخلق أن القضية المركزية هي قضية فلسطين ورجعت المقاوبة والمقاوبة الإسلامية بعدين ولكزا بس أعلى درجات التآمر على القضية الفلسطينية هي الفتنة السنية الشيئية الفتنة المذهبية هذه كانت ليس أعلى درجاتها هذه التي أصابت من القضية شبه مقتل والتي كانت الغاية الرئيسية منها هي إشعال هذه الحرائق على وقود هذه الفتنة من أجل إخراج القضية الفلسطينية من أن تبقى قضية فركزية في العالم العربي وأيضا موضوع استهداف سوريا طبعا 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 مسألة سوريا أنت بتتصور صراع مع إسرائيل واعتبار أنه في قضية مركزية وعندوق إسرائيلي بدون أن تكون سوريا قلب العالم العربي قلب الشرق الأوسط قلب العالم بتكون هي التي تدير هذا الصراع والمتمكنة من ذاتها ومن نفسها ومن استقرارها ومن قوتها ومن طاقطها ومن استنهاد ذاتها هذا ما كل العمر التآمر على سوريا يهدف من وراءه التآمر على القضية الفلسطينية وعيد هاي كانت كسنجر قال يعني في مقالات ما المشكلة فينا أنه لا هلا أبين أرى كتير وصار في قراءة كتير أنه أبيع أنه الأهداف مسبعا ليس أنه شغلي مخباية وسرية ولكن يستطيع الإعلام التآمري والأقلام المدفوعة أن يعني تحدي الشكل من أشكال القنابل الدخانية التي تعمل بصر عن رؤية الحقيقة فتنقاد الشعوب في اتجاه معين فتنسى القضية المركزية التي كانت هي تشكل العصب تبع وجدانا السياسي وحتى المذهبي وحتى الإسلامي وحتى الديني لها في أيضا من القضية الفلسطينية إلى أيضا هناك موضوع اليمن وملف اليمن مرمعنا أكثر من عنوان في السابق كان يقال بأن هناك من يريد إنزال السعودية عن الشجرة يعني برعيك هل ما زال هناك من إمكان لإنزال السعودية عن الشجرة أم هناك أسمان سوف تدفع يعني كيف يمكن أن تنتهي هذه القضية وهذا الملاقف أنا أعتقد أنه في النهية لشك أنه تعرف اليمن بلد صعب فكرة الإمساك بإرادته في عنا تجارب بالتاريخ القديم سابقة أثبت أنه إرادة الشعب اليمنى بالتصدي بصرف النظر إذا كنت تؤيدي هذا أو ذاك كمراقبة محايدة من بره تطلع بخلاصة إذا قرأتك تاريخ اليمن القديم والحديث تعرف أنه هذا الشعب شعب مقاوم شعب يقاتل شعب عنيد شعب لا يستكين لا يلين لا يهادن في قضايا التي تتعلق بمصالحي وبذاتي وبقضياتي إنما بالنهاية الأمر بالنهاية الأمر بدأت ترسي عملية حوار بين كل مكونات المجتمع اليمني لكي يذهبوا باتجاه اتفاق سياسي ما يؤكد على دور كل المكونات في المجتمع اليمني دورا متساويا وفاعلا في إنتاج الحياة العامة في اليمن وأنا بأعتقد وهيدي بس هذه لن توفر على اليمن المشاكل هيدي يمكن تحل شئ ولكن الملعب الخليجي قراءة المتواضعة الذي آمل أن أكون مخطئ فيها وأتمنى أن أكون مخطئ الملعب الخليجي قادم على أحداث خطيرة تتجاوز خطورة الأحداث التي تقع في اليمن لأن الحرب مع الأرهاب في الملعب الجديد القادم كان في ملعب اسمه ملعب المنطقة الشرقية يعني العراق سوريا لبنان مش هيكي في ملعب جديد قادم هو الملعب الخليج في الحرب مع الأرهاب أرفتكي واليمن كما نعلم جميعا في حضر موتها وفي المراجئ الآمنة والملاذات الآمنة التي اكتسبتها القاعدة لها في عدن مؤخرا أو في مناطق أخرى أيضا ستكون ساحة للقتال مع هذه الفئات وستنتقل هذه الساحة ذهابا وإيابا نظرا للحدود المشتركة مع دول خليجية إلى ساحاتها وبالتالي سنشهد في المستقبل وستأخذ وقت طويل طويل في هذا الملعب صراعا مع التطرف باعتبار أن منطقة الخليج في التقييم الغربي هي منطقة التمويل الإنساني للقاعدة أو بينهما للعين للتنظيمات المتطرفة أو لداعش أو لا أدري هذا هي التمويل المادي للقاعدة أو لهذه الطاعة وهي التمويل الفكري للقاعدة فكل الحرب الذي حدثت في هذه المنطقة التي كانت لها أهداف طبعا لخدمة إسرائيل في مناطق معينه لكن في نهاية الأمر ستصب في خانة تحويل هذه المنطقة إلى فرامة للإرهاب تيروريستيك فرامر طيب عفوا عفوا هذه نقطة مهمة جدا فضل هذه المنطقة بعد ما ينتهوا مننا هون في مرحلة ما بعد الانتخابات التركية الذي سيتم فيها تحالف الدول المسؤولة مباشرة عن منظومة الاستقرار الإقليمي وبالتحديد إيران وتركيا الجديدة سيتم عملية استقصار هذا الواقع الأرابي في هذه المنطقة اللعبة ستنتقل إلى الخليج بشكل واضح لا لبس فيه ولا أبعا هذا تصور متفائل جدا دولة الرئيس يعني استقصار الإرهاب هناك من يتحدث أنه سيبقى الإرهاب في أماكن محددة هذا لا يعني أنه سينتهي بين لفتة عين وانتباهتها بين ليلة وضحاها إلا أنني أعتقد أن في المرحلة القادمة في الأشهر القليلة القادمة سينتج عملية تحالف كبير لإسقاط هذه الظاهرة في هذه المنطقة بالتعليم وأعتقد أن الإعلام الذي ركز على مسألة اللاجئين والذي مركز على مسألة الإرهاب في منطقة الغرب هو إعلام يمعد لإنشاء الأرضية الفكرية لمثالها كذا تحالف ستنجر إليها القوى جميعا بانتظار انتياء الانتخابات التركية يعني كلام مهم جدا جدا موضوع أنا أتمسك بيادة أتبسك سنناقشه ولكن بعض الفاصل حتى لا نقول نصف الكلام ولكن بعض الفاصل أعزائي المشاهدين فاصل قصير ثم نعود إبقوا معنا أهلا وسهلا بكم مجددا أعزائي المشاهدين إلى جزء الثاني والأخير من برنامج آخر طبعة أعود وأرحب بضيفنا في الأستوديو النائب السابق لرئيس مجلس النواب اللبناني الأستاذ إلي الفرزي أهلا وسهلا بك دولة الرئيس قبل أن نذهب إلى الحدث اليوم فقط موضوع انتقال داعش إلى الخليج يعني كيف سينتقل ما هي الخطة ما أنه موجود ولكن يعني من تجليات ما يحصل في المنطقة وليس كسوريا مثلا سوريا هي مركز القرار في التنفيذ التواجد داعش في الخليج بأعلى درجاته الفكري والتمويني والإنساني عندما أعلن الجهاد بأفغانستان 20 ألف يمني صفى بفرد لايلي على أفغانستان هذا الموضوع بالشاون الموضوع أنه متى تأتي كلمة الأمر بالتنفيذ البدء هذه المسألة طب الأحلى ما هي الأسباب أيضا الأسباب وين لماذا سينتقل هذا الموضوع لماذا سيتم تنظيف هذه المنطقة والانتقال إلى ونحن منذ نشأة داعش نقول هذا صنيعة أمريكية خليني حلليك إيها بالسولي أنت محل الأمريكيين طالما أم تقولي صنيعة صنيعة إيه؟ واستعملتك بأفغانستان وفي كل محلات واستعملتك لحتى تعترضي تعملي انترسيبشن لمسألة النفوذ الإيراني لحتى تكون إيران تصفر أداة طيعة وقادر أني فوضى من موقع الأموي وما سهل لا مهمة نفوذها وهي منطب المنطقة في أكثر من الآن؟ طيب أنا صار عندي شيء اسمه 11 أيلول اللي هي أهم من تيرل هاربر صح؟ صح ضرب التوينز ضرب الوزارة الدفاع والتالت كانت رايحة على البيت الأبيض طيب هايدي كانت تضيت ذات أنابل نووية نكا زاكي ويروشيما هايدي سيبت عندي في 18 خليجي 17 خليجي ولبناني ها؟ طيب عملت معارك بهالمنطقة هاي دمرت سوريا دمرت العراق دمرت لبنان وبيضهر بإخر الأمر التالتون بأيدي إيرانية تركية لبنانية سورية حزب اللهوية البدكية بشايك؟ انتهت شو بعمل بهالطاقة البشرية الموجودة إلهم في منطقة الخليج بيرح صدر أوابر بالقاعدة وآمن الظواهري التصرف فرديا والضرب بأمريكا بشايك؟ طيب هدا كيف بدون يعملوا؟ أنا لا أؤمن إلا أنه الأمر كان كل تحييكم بنهاية المطاف على الطريق بيستثمروا بيستغلوا دورة قبرى عظمى هاي بتشير بتحط حتى أخصامها بتستثمروا لقدمة مصالح معينة أما في نهاية المطاف لا استقرار للعالم حسب وجهة نظرات أم بحكيكي كمحلل أنا مواطن عادي حسب وجهة نظرات إلا على قاعدة كيفية انتزاع الإرهاب في العالم هذا الإرهاب اللي بده ينتزع في العالم أم يفتشوا عن الأدوات هني أبدون شروعوا جيوش من عندهم جربوا بأفغانستان وفشلوا جربوا بالعراق وفشلوا وجاء بيقولك شو الله جبرنا وهي دي قصة فيتناملة تمزيل شو الله جبرنا بنخلق ظروف يقتلوا بعضهم ببعضهم وعلى أرضهم وبمدنهم وبين أبناء دينهم وأبناء جلدتهم نحن وأمنة فرجة بنحمس هي على هي حتى يتوفر الزرف الموضوعي لاقتناء لاقتصاص واقتلاع الخطر الرئيسي الذي سببه بـ 11 أيلول وهذا الذي يجري القول أنه عندي مصالح بترولية بالخليج لاش مين داق بمصالحات بترولية لكن كل هالأحداث من العالم العربي وتستبدل من تونس لشرق البحر الأمد متوسط فيك تأملت قالت إليلي بير بترول واحد خصته أمريكا بليبيا حيث التشاردهم وتحديداً بليبيا وجميعهم على أبناء المذهب المالكي كل بقى النفط كل واحد وحده الاتفاق مع الشركات الأمريكية المعنية بالموضوع نسلك أمريكا عشو بدأت تعتلع لعبة شطران ولكن هناك الاستثمارات الخليجية الأموال الخليجية في البنوك الأربية لاش يومين بيقدر لشان يبينونوا عليا يا يا ولويا بعدكم بتقنقوا التفقيل لشان الأصحاب الرسمية الخليجية الموجودين بأمريكا وبفرنسا أولا لني ما عندهم أناعة شو ما يصير يصير بالخليج الحفاظ عماله مسألة مركزية اتنين انت عندك أناعة انه هني أنا بس حط تلاتين مليار أو عشر مليار أو عشر مليار بتشايز منهتن أنا بكون ملكون أو بمون اني حرقهم بتشيك لا 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 سلي بتفهم بكون بها القصة مفروض هذا موضوع شنوه من رأسكم ما حدا بمون على شي من ماله في الغرب الدولار بتاع مني تشيك هون في الدولار بدي روح على نيويورك لحتى ايجي يدفع لك صح هني السياد هني مالكي المال وكل كلام آخر هو وهم وبيبقى الشخص ملتبس وأصحاب هذه الرصابية الخليجية هني بيعرفوا وأسكياء بيعرفوا انه ببونوا عمالهم طب لاش كلفوا لك ان اليهود ديرونهم أموالهم بأوروبا وبالعالم عن غباء ما فيش ناس مش يهود ازكاء صح لا حبيها حرميها كلفوا لهم بحماية مالك بياخدوا منه بيستفيدوا منه بيضلل لي شيئا على كل حالي ننتقل إلى الملف اللبناني قليلا ولكن بعد أن نستمع إلى الحدث اليوم إلى الحدث اليوم والتفاصيل السفير غاصب مختار سلام الحراك محق لكن حذاري الفوضى ما زال رئيس الحكومة تمام سلام يتريث في دعوة مجلس الوزراء للانعقاد وأكد للصحيفة أن حراك الشارعي محق لكن حذاري من أخذ هذا الحراك إلى مجاهل الفوضى والخراب نتيجة بعض الممارسات والخلفيات المشبوهة وحمل سلام القوى السياسية مجتمعة مسئولية تفاقم أزمة النفايات نتيجة خلافاتها وتقديم مصالحها السياسية والشخصية على المصلحة الوطنية مصادر حكومية لفتت إلى أن بعض القوى التي تحرك الشارع تعرقل تنفيذ خطة النفايات وتساءلت هل هي صدفة أن يجري منذ أيار الماضي وحتى قبل فترة وجيزة تسجيل تسع جمعيات في وزارة الداخلية تحت عنوين ترسيخ الديمقراطية والبيئة والمجتمع المدني والمحاسبة وحقوق الإنسان واتهمت المصادر الحكومية هذه الجمعيات بأنها هي التي تقود الحراكة في الشارع وتديره أو تموله أو تشجعه جهات خارجية كما كان يحصل في مصر عند قيام الثورة وكشفت علاقات بعض الأجهزة الأمريكية فجرى حلها بعد انكشاف أمرها وقد اعترف السفير الأمريكي ديفيد هيل أمام الرئيس نبيه بره بعلاقة السفارة الأمريكية ببعض هذه الجمعيات وإن كان قد نفى أن تكون السفارة هي من يحركها الجمهورية اللبنانية جوني منيار تناغم روسي أمريكي وفاريس تدعم لبنان المركزي تباشر موسكو تنفيذ مناورة بحرية ضخمة بعد حجد أسطول بحري كبير مقابل الشواطئ السورية يضم أكبر غواصة نووية في العالم ما يعني إقفال الشاطئ السوري أمام أي طائرات أخرى لكن واشنطن التي تكثر من تحذيراتها العلنية لموسكو تبضو دمنا مطمئنة إلى الحركة الروسية فالجيش الروسي يملأ مساحة عسكرية في سوريا على حساب إيران وهذا ما يدفع المراقبين إلى الاعتقاد بوجود تفاهم ضمني على الأقل بين واشنطن وموسكو على غرار ما كان حاصلا أيام الملف النووي الإيراني أحد الدبلوماسيين الغربيين يعتقد أن المنطقة تخطو الخطوة الأولى على درب التسويات والصفقات السياسية الطويل خطوة التواصل تبدو ناشطة بين باريس وواشنطن حول لبنان الغد حيث تسعى باريس إلى نيل موافقة أمريكية لنقل لبنان إلى مرحلة من الانعقاد الدائم للقوى الأساسية فيه لرسم صورة جديدة له يغلب عليها طابع لا مركزية وقد أدى ملف النفايات إلى إنضاج هذه الفكرة أكثر فأكثر لكن بعد انتخاب رئيس جديد للجمهورية مهمته رعاية هذه الورشة السياسية القبرى المقبلة رئيس قادر على التواصل مع الجميع ينتخب بعض حصول تسوية في سوريا ستولد على هدير طائرات الائتلاف التي ستضرب داعش تسوية لبنانية تتوقعها مصادر فرنسية رفيعة خلال أشهر معدودة أي خلال الشتاء المقبل طب ما في هل هناك من تسوية يعني على خلال الشتاء المقبل طبعا الست سبعة الشهر القادمين رح يصير فيه شيء ما فيهم وكل المراهنات والحقيقة هيدا الكلام انت بتتذكري ببداية الصيف طبع كلام كتير صحافي مثل الاستاذ جوني مني يقول انه اواخر ايلول للرئاسة الجمهورية شاك ثبت انه باواخر ايلول ما في شيء المهم انه الخلفية التي تحدد عن الشتاء المقبل على انتخاب رئيس تسوية ظنن منهم انه من الممكن التوصل الى رئيس تسوية دون الباكتش ديل الكبير الذي يتعلق بقانون انتخاب على اساس النسبية وطبعا بالنظام لا مركزي يداري يعود انتاج الواقع السياسي بلبنان وينفذ اتفاق الطائف بهذا المجال اتفاقا سليما مع امكانية البحث برئيس جمهورية جديد اي كلام اخر حول تسوية لاتيام برئيس وتأجيل الملفات ورئيس التسوية واعجز من ان يقود اي شيء له علاقة بانتاج واقع جديد في البلد والامثل على ذلك لا تزال حي في الاثن لذلك هذه المسألة مسألة انا اقول انه كانوا كلهم بيخلقوا اعلى درجات الضغط عسى ولعل بيسقطوا المرشح الاقوى على المستوى الشعبي المسيحي لهو بالتحديد لعماد ميشيل عون والذي ثبت في المظاهر الاخيرة قبل بدء نتائج الاتفاق الايراني الامريكي في المنطقة والتي ستنتج وانا موافق انه فيه تنسيق ضمني بين موسكو وواشنطن وانا موافق انه هذه الاتفاق الامريكي الايراني سيؤدي الى نتائج معينة في المنطقة ولكن بعد الانتخابات الايرانية بعد تشرين التانية الانتخابات التركية هذا الامر عندها ستصبح امكانية النقاش حول ازالة الاوهام من الرأس حول فرض موازين قوى جديدة من كنف اكثرية نيابية هي خلاصة الواقع القديم في المنطقة الاكثرية النيابية الحالية هي خلاصة شو في لبنان مش خلاصة موازين القوى التي كانت سائدة قبل الاتفاق الدولي الايراني صح طب بعد الاتفاق الدولي الايراني ليش بتتظل هذه الاكثرية النيابية هي الاكثرية التي مددت الى نفسه والتي صادرت السلطة دون وجه حق وخلافا للدسلطة او جزء من هذه النيابية انا اتحدث عن الاكثرية النيابية الاكثرية النيابية التي كانت موجودة قبل والتي مددت لنفسها بعد اذا لا بد ان تكون مرآة للتغيرات الاقليمية بد ان تكون مرآة كيف تجي اكثرية نيابية ولكن ليس بالضرورة ان تأتي عبر قانون نسبي الذي يطالب به حاليا لن يصح الوضع في لبنان قانون الانتخابي اهم من انتخاب رئيس واهم طبعا اكيد وبالتالي مسألة لم تصح في لبنان الا على هساسات القاعدة لانه مسألة الاستباحة الاخرين والغاء المكونات بعضها الى بعض واستدباع المكونات بعضها الى بعض مسألة بلبنان لم تعد اقله بالمستقبل منظور واضح انه من الممكن المساوني عليها ما سيقوم برعاية هذا التغير الكبير على صعيد قانون الانتخابات على الاقل نتحدث تطلع ما هي مجرد ما انت كتبلش الاستدارة الاستراتيجية الكبرى بالمنطقة بتبلش خلص ما بدأت تعكس نفسها ساعتها على لبنان انه انت بتتذكر يبارح السعودي بصراع عند الروسي وقال له ايه انا مستعد وطالب بانشاء تحالف كبير ضد الارهاب بالمنطقة ورجع الروسي اخر تكي بدل لانه كان السعودي بدل لانه كان ناطق نتائج الصراع بين اوباما واليهود بامريكا بدل اخر تكي اخر خمس دقائي لو تم هذا التحالف ما كان كل القصة عكست نفسها على لبنان كانت جميع السعودية في لبنان الذين يقفون ويقتلون ويرفعون الصوت ضد فكرة انتخاب رئيس يمثل المكون الذي ينتمي لهي اخذت بعض اخر ضد فكرة وجود قانون انتخاب نيابي حقيقي اخذت بعض اخر وهذا امر سيظهر جليا بشكل واضح بعد تشينتاني انا اعتقد ستبدأ الامور تذور بقرنا بشكل واضح لبنان طب كيف سينتهي الحراكة برأيك طبعا احد المطالب الاساسية لبعض الحملات التي نزلت الى الشارع هي موضوع قانون الانتخابات النسبي طب هذا الاساس كيف يمكن لكل هذا الحراكة المطالب الاساسية التي يتم المطالب كيف يمكن ان ينتهي هذا الحراك برأيك قبل ما اوصل احكي بيهي خليين لي هي شو غاية الحراك غاية الحراك بده يحاسب وأنا برأيي الشعار العلمي اللي عبرت عنه حراكة معي أنه حركة بدنا الحاسب محاسب هي الأهم لأنه لأنه المحاسب هي الأساس هلأ طلعت رحت كوني تعبير عن غضب كذا إلى أقرية شو بدي بس أنه بدنا الحاسب يعني أنت بحاجة لإعادة إنتاج نظام المسائل والمحاسب ليش ما في نظام مسائل ومحاسب لأنه ما في مجلس نويب ليش ما في مجلس نويب لأنه في قانون انتخاب مزور قانون انتخاب يتناقض مع نص الدستور وتم التآمر لإبقائه وتم التآمر للتمديد لنفسه وبالتالي المطلوب إعادة إنتاج نظام مسائل ومحاسب هذا الحراك بحد ذاته هو الغاية ضرورة إنتاج قانون انتخاب نيابي وهون أنا أستطيع أن أتوجه بتعنئة لحركة بدنا الحاسب وأترفع شعار قانون انتخاب على أساس النسبية وبعتقد الحركات الأخرى كمان مضت الأحد كانوا كانوا عم يوقعوا كانوا عم يوقعوا في هذا الموضوع على ما أذكره أنا متابعة وهذا الحراك محق ليش محق بدي أسألك سؤال لو أنا وأنت غرباء عن البلد وجينا على لبنان ولأينا هالنفايات اللي بتخص شركة معروفة مين بيملكها معروف لمين بتعود معروف السندوق الأسود تبعها لمين معروف مين بيرفض مال البلديات أن يعود إلى البلديات كلها معروفة وعط ما في نيقاش حول الموضوع عند كل اللبنانيين طيب لو إجوا جيت أنا ويكي غرباء ولأينا هالنفايات قدام هالبيوت والشعب اللبناني قاعد وساكت ما كنا استغربنا وقلنا هذا الشعب لا يستحق الحياة تبقى من الطبيعي أن يتحرك فأنت نواجد مؤسسات كما قال بصادر مسؤولي قريبي لرئاسة العقومة تسع جمعيات سجلت بوزاة الدخلية تعود إلى حراك أمريكي لأدري شو قاله لها علاقة بالحقوق الطفل والحقوق المدنية والإنسانية وهذه أبي حاولي يجنزون القناة كما حدث في مصر وكما حدث في أوكرانيا وكما حدث وأنه في ناس منهم إلن علي أب تونس وميس إلن علي أب الصفارة الأمريكية وهي ديفيد هيل قال ذلك للرئيس عظيم جدا عظيم جدا أنا بالنهاية كلها مضبوط هل هناك نفايات على الطرقات؟ يوجد ألم يكن هناك شركة لزمت الدولة أخذ 80% من مال البلديات عططيه وكان في صندوق أسود رفاء طيب ألم تتخلى الدولة عن مسؤولياتها الحكومات المتعاقبة مش مسألة بحكي عن حكومة رئيس الحكومات المتعاقبة ألم تتخلى عن مسؤولياتها بإيجاد حلول استراتيجية لمسألة النفايات وإيجاد حل جذري لأنها أرادت أن تبقي الشركة وصندوقها الأسود وتوزيع الخيرات والمغانم على من يستفيد منها خيراتها ومغانم انبلا فإذن ليش أبي تلومي الأجاني؟ لومي حالك اللي أنت بخليه النفايات ومخليه هايك شركة ومخليه هايك شياسيين يشركوا على هايك شركة ويستفيدوا من هايك شركة ماديا وعلى مرأة من الناس جميعا هايدي مش بس شغلي تتعلق بنظافة البلد هاي شغلي تتعلق بكرامة الناس هاي شغلي تتعلق باستهطار العالم وبإدارة الظاهر عندهم قالوا نحن بدنا نسرو وبدنا نأكل وبدنا ننشرو وانت أيها المواطن تشتغل بشركتي وقوى الأمن تبعي هي اللي خدمت بقمعك وأبك تعتدي على الشركة وبدك ترفض أحكام الشركة هذا منطق يجب أن يسقط وهذا الحراك هو محق في حراكه شاء من شاء وأبى من أبى هلا بتقليلي ما بدك تعملي قانون انتخاب هيه النظام انتاج المسائل والمحاسبي بقلك انت متآمرة كحكومي وكدولي وكسياسيين على الأمن والاستقرار في لبنان أتهمك بالتآمر المباشر وأتما تجي تحطي القوانين لتقني على الشارع والحراق يقول أنه والله يا عمي فيه قانون انتخاب جديد بكرة يا عالم بتعبروا عن إرادتكم بانتخابهم هناك حجة دائمة أنه أي قانون نريد أن نعتمد هناك قوانين نسبية كثيرة لا نعرف أي من القوانين تلك تصح للوضع اللبناني فيه قانون حولت الحكومة للدولة خمسة عشر قضاء فؤاد بطرس ملو قناية فؤاد بطرس بطرس ما مختلط هذا تبع الحكومة نجيب مئاتي ما حولت قانون نسبية كل الأقضية زيتها طبق النسبية فيها المحافظة طبق النسبية فيها محافظة يعني هي أفضل ما في مشكل ما في مشكل المهم مبدأ النسبية هني رفض سري مش لمبدأ الدائر لمبدأ المبدأ النسبية لأنه كل واحد بده يقمع الرأي الآخر ضمن طائفته وأجينا بالاختراحة الأرثوديكسي إلنا طبق النسبية برحليا ضمن كل طائفة وضربوا وأنتجوا الرأي الآخر هني بس حاربوا حاربوا إيش وقالوا لي طلبوا مننا نمشي فيه بس طبق الأكثر ضمن الطائفة لا لأنه بدنا نضلوا زعمية كل طائفة قامي على الرأي الآخر نحن قلنا لا النسبية هي الأول والانتخاب هو الثاني لذلك النسبية هي الطريق الوحيد لحتى تنتج مجتمع جديد مجتمع يكون فيه نعم عندما تقول المصادر ويقول بأن فرنسا هي إلى جانب لبنان اللامركزي وعندما يكون هناك قانون موضوع موضوع الانتخابات النيابية النسبية لبنان دائرة أول شيء أنا بستغرب في فرنسا شو أنا عليها تدخل بإذن لبنان نظام لمركزي أو شو أنا الانتخاب طب ما أنت أم تستدرجي بمنطقك أمنطق لا سيادي ما أنت ما هو المشكلة يعني بتطالبي بالشيب النقيد بتفوجني بالسيادي بوجه سوريا وبتمسحي حالك بوجه فرنسا بتفوجني بالسيادي بتجوزي بتمسحي حالك ضد أي تدخل غريب آخر بتجاه المال الخليجي شغلة بسيط أنت لبنانية أنت بتعرف مصلحتك شو طب هلأ نبارح بهاي النفايات شو أبو الطبق مش أبو الطبق اللامركزية طب لاش قبلت الطبق بالنفايات اللامركزية وما أبو الطبق باللامركزية لمسألة الإدارات ومسألة تنفيذ للمعاملات تبع الناس لاي شو السبب فقط تضلي لقطة هناك تخوف دائما يقال بأنه ممكن لهذه اللامركزية أن تؤدي إلى تقسيم لبنان لا أيها شو خاصة تقسيم لبنان كيف يكتقسم لبنان نبقع بقع كل الطوائف وشبال شبال كل الطوائف وشنوب كل الطوائف وبيروت كل الطوائف وجبن الحجاج التي تساق لا لا لألك شو الحجاجة الرئيسية فيك واحد لقطين السلطة المركزية وقت تروح يعلى مركزية هاو دي لقطين السلطة المركزية بتفلت من إيده هلأ وقام بدك بدك توصفي حاجة ببلدية بدك تجي تطلب بإذن من وزير الدقلية وزير الدقلية مرتبط سياسيا بمين بها الكام واحد بدك إذن من الزعيم وبالتالي تبقى الناس مجمرة أن تكون خاضعة ذليلة حقيرة أمام هذا الزعيم أو ذلك هذه هي المؤامرة لك شي بنعرفه ولا شو لك موباية شو ما بنعرفه وش نحن ما هده بنعرفه هاي الحقيقة أو أم نحكيها لذلك أيها الناس في لبنان يا أبناء الحراك يا أبناء المظاهرة التي نزلت إلى ساحة الشهداء بعشرات الألوف بدعوة من ميشيل عون تحت عنوان قانون انتخاب لأهل الساس النسبية كونوا على استعداد دائما لمزيد من الحراك لمزيد من التنسك بحقوقكم لأنها فرصة تاريخية لن تتكرر أنتم على أبواب تصوية إقليمية كبيرة إذا لم يرتفع هذا الصوت في إجراء هذا الإصلاح بالرغم من ألف الذي لا يريد من الزعمات السياسية فإنكم عبثا تحاولون وستعيشون في لبنان تماما كما يعيش القطعان في حلباتهم كونوا دائما على استعداد لكي تزوروا الساحات تنزلوا إلى الشارع على قاعدة إصلاح النظام السياسي في لبنان إسقاط هذا النظام الذي ومش إسقاطه على قاعدة تغيير الطائف ليرجعوا يطرحوها طائفية بكرة بوجود طالبوا بقانون انتخاب قانون انتخاب جديد على قاعدة النسبية قانون انتخاب على قاعدة النسبية ممكن يكون فيه تطبيق للطائف هو لم يطبق للطائف تطبيق تطبيق عن نظام بدل إصطاد عن نظام بدون يطبق الطائف كما سرقت بنود وأسداء المصايا السورية ومن قبل الزعمات التي هي مستفيدة وبسألهم يعني ردوا الحقوق لأصحاب الدستورية سرقتوا حقوق المسيحيين متى سرقوها سرقة سرقة كاملة ما حدا منهم بيسترجي يقول لا لك هلا أنا عشيشتك وشيشي إقليمي قبر طبعا أنا معروف يعني أنا أتحدى أتحدى أي واحد منهم يقول أنه إذا ابنوا يردوا صلاحيات المسيحيين للمسيحيين وفقا للطائف فيا أهل الخليج يا أيها يا المملكة العربية السعودية يا جلالة الملك يا سمو الأمير الأول والثاني كأوليعان تدخلوا لحماية حقوق المسيحيين أصحاب الحقوق الدستورية المسلوبة التي سلبت في ظل الوصاية السورية من قبل هذه الزعمات خرجت الوصاية السورية وهذه الزعمات استمرت بسلبها لهذه الحقوق ونحن سمحونا نحن مع الطائف ونتمسك بالطائف ولكن لن نتخلى عن هذه الحقوق الدستورية المسلوبة ويجب استرجاعها لم يسلب أحد هذه الحقوق دولة الرئيس بدون موافقة السعودية أيضا كان لها أنياد أخاطب في هذا الموضوع أنا أخاطب مباشرة لجلالة الملك لسمو الأمير الأول لسمو الأمير والأهد الثاني محمد بن نايف محمد بن سرباد لا يتدخلوا لأنه إذا شاءوا حقيقة استقرار بلبنان إذا حقيقة بدوا لبنان كبلد كان يقولوا أنه بلده الثاني تدخلوا ليحطوا حد للشراها في سرقة الحقوق الدستورية المسلوبة كلمة واحدة الحوار هل يؤدي إلى نتائج مرجوة في المستقبل القريب لا وسيبقى منعقدا قد يتعثر قليلا وقد تصاب يصاب بنا كسيت ولكن في لحظة ما عندما تستوي الأمور لابد من إخراج داخلي وهذه الهيئة هي هيئة تكون صالحة وبعتقد أنه الدعوة للحوار دائما مفيد في لبنان والحوار دائما مفيد النائب السابق لرئيس مجلس النواب اللبناني الأستاذ إلي الفرسلي شكرا جزيرا على حضورك وعلى كل المعلومات التي أفتنا بها دولة الرئيس ولكم أيضا مشاهدي قناة الميادين شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء صباح الغد اشتركوا في القناة